يعني أثر دخول التقنيات الرقمية للمحاكم على سرعة التقاضي ودقة طبعا كجزء من رؤية الدولة للرقمنة للحكومة عموما أنت في فكرة حركة من أكثر من خمس سنين لما أصدر في خمطة رئيس عفتاح السيسي مبادر التحول الرقمي مصر كانت بتبني مصر رقميا طبعا على عدة محاور يعني لما نتكلم عليه عشان نوصل لوزارة العدل نطورنا البنية التحتية الرقمية نطورنا سرعة الإنترنت بقت من خمسة ميجابيت برساكن إلى ستة واربعين ميجابيت برساكن وده زود الخدمات الرقمية بشكل عام أنشأنا أكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة أنشأنا منصة مصر الرقمية اللي وضع عليها مية خمسة وخمسين خدمة رقمية وجزء كبير منها خاص بوزارة العدل طيب لما عملنا الكلام ده ربطنا جميع قواعد البيانات الحكومية في قاعدة بيانات واحدة موثقة مؤمنة مترجعة تماما بقت كل الوزارات مرتبطة ببعض فبقينا نقدر نقول عليها حكومة تشاركية رقمية وعشان الحكومة مبنيها كتير جدا سواء محليات أو وزارات وعلى المحافظات كجزء من مشروع التحول الرقمي ربطنا أكتر من 32 ألف مبنى حكومي بكبلات من الألياف الضوئية السريعة طيب كل هذا أدى إلى إيه في النهاية اللي أقدر النهاردة وأنا مستريح أخذ أي وزارة أما يكنها وخليها رقمية تماما عشان كده اجتماع فخمت الرئيس النهاردة مع معالي وزير العدل كان إيه المطلوب؟ إن أربط جميع الهيئات القضائية مع جميع المحاكم علشان أوصل للعدالة الناجزة بمعنى إن النهاردة يعني التارجت بتاعهم إيه إن أي قضية تترفع في أي سنة لازم هي بجميع درجات التقاضي بتاعتها تخلص في نفس العام طيب هذا لن يتأتى إلا لو كان فيه نوع من الرقمانة طيب الرقمانة هنا دخلة في إيه؟ في تطبيقات رقمية قضائية تشتغل فيه جميع أنواع النيابات والمحاكم طبقا لطبيعة شغل كل واحد فيهم مرتبطة بالقوانين مرتبطة بالمحاماء اللي حيقدم التقاضي بتاعته أو المستندات بتاعته ومرتبطة بالقرارات اللي هتطلع كل دي منظومة كبيرة جدا بتقوم بيها وزارة العدل بتتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات اللي هي بتنشئ هذه التطبيقات إذن أنا أعتقد دي فيها جزء كبير جدا من التنمية الرقمية والتنمية البشرية ورفع كفاءة الكاذر البشري سواء السادة المستشارين والقضاء وجميع الكوادر المساعدة لهم في المحاكم وفي الهيئات القضائية إذن إحنا النهاردة قدام منظومة كاملة البلد بتشتغل فيها في كل اقطاع على حذب التوازي لكن هم كلهم بيكملوا بعض